تكافل وكرامة مش مجرد دعم نقدي البرنامج ده بيساعد كمان في التدخل في قطاعات مختلفة. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم انتابع أهم تدخلات قطاع أو مبادر التكافل وكرامة. وهذا البرنامج المهم اللي بيساعد زي ما قلت لحضراتكم في توفير فرص عمل للمستفيدين من هذا البرنامج. عشان كانت تم عقد شراكات مع عدد من الجماعيات والمؤسسات الاهلية لتوفير فرصة عمل ومشاريع متنهية الصغر للأسر المستفيدة. يعني منتكلم كمان عشان كده الشراكات اللي بتتم مع تكافل وكرامة بيكون هدفها إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة. وتوفير فرص عمل مناسبة ليهم. تقدر أن هي تنقلهم من حالة العوز إلى الامتاج. وهو ده المهم. توفير مصدر رزق دايم. خلونا نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع تاني. اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة للحماية الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية. وذلك عن طريق برنامج تكافل وكرامة وخططه وستراتيجياته التي دعمت المواطن الأكثر احتياجاً. ليس بالدعم النقدي فحسب. بل أيضاً بتوفير فرص عمل للمستفيدين من البرنامج. وتم عقد شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير لتوفير خمسين ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر. كما تم توقيع عشرة عقود شراكة جديدة مع عشر جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه بهدف توفير خمسة ألاف فرصة عمل جديدة. منها أربعة ألاف وثلاثمائة وثلاث وخمسون فرصة عمل في قطاع التشغيل الذاتي وخمسمائة وسبعون فرصة توظيف لدى الغير. وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية لمستفيدي تكافل وكرامة في عدة محافظات بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه وذلك كدفعة مرحلية ثانية في هذه المحافظات. وترتكز عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على محور أساسي في جهودها. وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل في قطاعي التشغيل والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة. ترجمة نانسي قنقر